بسم الله الرحمن الرحيم في المحاضرة ديات هنتكلم عن طريقة من طرق تقييم الاستثمارات اسمها payback period أو بلولة عربية فترة الاسترداد أو مدة الاسترداد هنتكلم في المحاضرة ديات عن simple payback period بمعنى تجاهل سعر الفايدة ثم هنتكلم عن payback period method with compound interest لو دخلنا سعر الفايدة اللي عندي ثم هتكلم عن طريقة أخرى اسمها profitability index method اللي هي المؤشر الربحية اللي عن لو جينا تكلمنا عن payback period time required for sum of annual net cash in flow to equal the initial cost out بمعنى عندي تكلفة معينة اللي هي ال initial investments ازاي استرد هذه ال initial investment بعد كم من السنين مشروع حيجيب لي فلوسي اللي استثمرتها في البداية بعد خمس سنين مشروع حيجيب لي فلوسي بعد ثلاث سنين إذن اللي هيجيب لي فلوسي أسرع هو المشروع الأفضل حسب هذه الطريقة payback estimates amount of time for cash in flow to recover the initial investment plus stated return يبقى لو أنا أهمل سعر الفايدة في البداية سعر الفايدة يسوي zero يعني أنا أهمل سعر الفايدة اللي عندي لكن discounted payback عبارة عن سعر الفايدة finite معرف رقم أكبر من zero حسب الحالة الاستثمارية السعيدة يبقى simple payback period بيقول when the annual net cash inflow are equal أنه عندي مثلا مشروع معين بيجيب لي ربح سنوي ثابت هذا رجيب بمعادلة على طول payback period بيسوي initial investment على annual cash flow بمعنى لو أنا قلت لك والله في عندك مشروع معين هذا المشروع بيدر ربح مقداره مثلا 5000 دولار في السنة وهذا المشروع بيكلفك مثلا 100000 دولار يبقى في الحالة دية initial investment بتاعتك اللي هي بي 100000 والربح السنوي اللي بيدرع عليك 5000 يبقى معنى كده أن السنوات اللي هتسترد فيها فلوسك عبارة عن initial cost اللي هو عبارة عن الرقم اللي انت دفعته بالأول على الخمس تلاف في الحالة دية تقدر تقول والله عبارة عن 20 سنة المشروع ده هيجيب لك فلوسك ليه؟ لأن الكاشفلو ديجرام الانيوال بتاعك سابت رقم سنوي سابت يبقى إذا الانيوال كاشفلو إذ ان ايكول لو هو مهوش سابت في الحالة دي بجيب التراكمي الكاشفلو ديجرام التراكمي يبقى نت أنيوال بتجيب لك فلوس 30 ألف المشروع الثاني هو عاوز إن أياسف عاوز خمسة شرعة تاتا فيها الخمس سنين يبقى الشركة دي بتدر علي الأرباح بتاعت 30 ألف يبقى في الحالة ديت أنا هسترد فلوسي بعد خمس سنوات اللي عند يبقى أعضر X company should invest ممكن أستهدم فيها لأنه هو بيقول لك الأرباح بتاعتك تسترد خلال ست سنوات الليمتس بتاعتك يبقى هي خلال الخمس سنوات يبقى أوكي مسألة تانية بقى بديك ثلاث مشاريع مشروع A1 و A2 و A3 هذا المشروع الأرباح بتاعته سابتة ففي الحالة دي قادر يجيب الان بتاعتك بسهولة عبارة عن 50 ألف على 18 ألف يطلع الان بتاعته وهنا برضو نفس الحكاية 90 ألف على 25 ألف لكن هنا هو سعر التدفق النقدي اللي عندك ما هواش سابت فبجيب الكاميالاتيف اللي هو التراكمي كأن بتحوش المبلغ ده على ده وتشوف المئة ألف هتوصل لك بعد قديه Find the best alternative يبقى في الحالة دي المشروع الأول هيديني فلوسي بعد سنتين فاصل سبعة ثمانية الثاني هيديني فلوسي بعد ثلاثة فاصل ستة الثالث هبدأ أعمله الكاميالاتيف بتاعته الكاميالاتيف بتاعته اللي هو أنا دفعت 120 ألف إداني 15 وبعدين ممكن أنت تفصل ده كده وتقول ده 15 فى 25 يبقى 40 40 فى 35 بعد 75 75 زائد 40 يبقى 115 115 زائد 30 145 يبقى انت عديت يبقى في الحالة دي هتقل إن بتاعتك ما بين السنة التانية التالت الرابعة أربعة وجزء من السنة هسيبها ازاي انت عاوز الجزء من السنة ده يبقى 145 ألف انت عاوز توصل لكام عاوز توصل ل120 يبقى 120 نقص 115 على 145 نقص 115 نديك الجزء من السنة نديك الجزء من السنة اللي انت عاوز تضيفه على السنة الرابعة يطلع هذا المشروع هيتواصل معايا ويجيب لي فلوسي اللي دفعتها بعد 4 سنوات فاصل 1 7 يبقى أنا أعمل تيبول كده هو هتوقول والله الالترنيتب الأول البيباك بيريود 2.7 الثالث 3.6 أربعة يبقى ذا بست لإنه هو أقل أسرع واحد بالديني فلوسي والتاني رقم 2 والتالت رقم 3 حسب البيباك بيريود بتاعته بروجيك بايباك بيريود أنا أمديك تدفق ناقدي عندي الفلوس بدفع 100 ألف السنة الأولى ويدر ربح مقداره 30 ألف 50 ألف 60 ألف فلما بعمل الكميولاتيب 30 و 50 80 80 60 140 عديت يبقى بعد سنتين و بعد سنتين و أجيب السنتين دولي إزاي أدر أجيبهم بالنسبة والتناسب زي ما أنا قلتلكم أنا أعوز أصل 100 ألف يبقى 100 ألف ناقص 80 ألف على 140 ألف ناقص 80 ألف أدر أجيب النسبة يطلع سنتين فاصل 3 3 يبقى البيباك بيريود بتاعتي آخذا في اعتباري No Interest Value The payback period is a longer than two years and shorter than three years وبالتالي If the cut of two years would reject لو قالك عن سنتين فقط وأي زيادة عن سنتين ترفض المشروع في الحالة دية أرفض المشروع لكن لو قالك 3 يبقى أقبل هذا المشروع لأنه بدين 2.33 طبعا الطريقة دية خاصة بتهمل سعر الفايدة لها Advantage ولها Disadvantage Easy to understand and communicate سهلة أولاك تتعرف لكن هي Disadvantage بتاعتها إنها Ignored Time Value of Money تهمل سعر الفايدة Fail to consider the riskness of the project ما بتخلش المخاطرة في حسابك Require an arbitrary cut-off point عند نقطة معينة لكن بتهمل التدفقات Ignored Cash Flow بين the cut-off بتهمل التدفقات النقدية اللي ممكن تيجي بعد الكت-off Based against long-term project such as research and development يبقى كده قلنا البيباك وال Advantage والDisadvantage والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر